للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيادة عميد أهلا بك على اكسترونيوز أهلا وسهلا تحياتي لحضراتك السيدة المشاهدين أهلا بك فانهم جولة جديدة من المواجهات مع العناصر الإرهابية في الداخل المصري أسفرت هذه المرة عن قتل أو قنص ستة من العناصر الإرهابية هل هناك التفاصيل القصة بهذه العملية وعن كافية الوصول إلى أماكن تواجد هؤلاء الإرهابيين يعني أظن أننا اليوم بأمام ضربة أمنية نجاحة ضربة ربما بتدل على جهد معلوماتي هذا الجهد المعلوماتي الحقيقة ليس قصيرا فقط على المناطق المتوقع توابط التنظيمات الإرهابية بها أن كنا نتحدث عن أماكن استراتيجية داخل المدن أو القرى أو مناطق حيوية بل يمتد هذا النشاط المعلوماتي لوزارة الداخلية في ربما نقاط غير متوقع المناطق الصحراوية والاختباء في أماكن متطرفة ودعيدة ووعرة على المستوى الجغرافي ربما يكون هو الأصعب في جمع معلومات حول تسلل لبعض من هذه العناصر وأتوقع أن هذه الخلية أو هذه المجموعة التي ربما تكون تابعة لخلية يتم العمل على استجلاء الأدلة والمعلومات الخاصة بالبحاط بها من قبل وزارة الداخلية هي تواجدت في هذا المكان حاولت من خلاله أن تتخذ ملاز آمن واضح من بيان وزارة الداخلية أنه مكان للإعاشة وأيضا لتخزين الأسلحة وحيازتها في هذه المنطقة ربما للانتقال أو مكان يخطط له أن ينتقلوا إلى داخل الكتة الاستكانية من أجل تنفيذ عمليات إرهابية استخدام هذه المنطقة الحية لم يكن صعبا على وزارة الداخلية الوصول إليهم وتعد ضربة إجهادية بالنظر إلى أن هذه المجموعة لم تتمكن من تنفيذ أي من المشاطات الإرهابية هي كانت في مرحلة الاستعداد وهذا هو نجاح إضافي الحية في تفاصيل هذه الضربة أن تصل الوزارة أو يصل الجهاز الأمني ممثلا في الأمن الوطني وفي قوات مكافحة الإرهاب والمدهمة وإنفاذ القانون أنها تكون في هذه النقطة قبل تدء أي نشاطات إرهابية أو قبل إصابة أي من المواطنين أو النقاط المستهدفة من قبل التنظيمات المنطقة الآن بتخضع لتمشيد كبير الأدلة بيتم فحصها من قبل الأجهزة المختصة التي ربما تشير إلى بعض من المتعاونين أو إلى خلايا أخرى أو الانتماءات هذه المجموعة هذه النقاط الجوهرية بتكون مطلوبة وتساعد جهات التحقيق الأمنية وأيضا القضائية في الأحاطة علما تفاصيل مهمة بتكون محل بحث ونظر إليهم كي يمكن الوصول إلى معادل التأمين مثاليا إن شاء الله سيادة العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا